كنا في بيرزيت في الاحتفال منشان يوم المرعب والتكريم للعهد والأسيرات وبالتالي روحنا لكنا بالصوت غرفة عهد واضح انه ضربها من هاي من هاي بالضبط من هاي المنطقة لانه يعني كسرت الكزاز دخلت ولعت الخزاني والبارشيبس والسجادي والحمد لله لحكتوها يعني لا ما كناش موجودين هطافي يعني ربنا سطر مسلسل الاستهداف لعائلة عهد التميم لم يتوقف باعتقالها ووالدتها ناريمان بل تواصل من قبل قوات الاحتلال بشكل ممنهج وآخر ذلك الاعتداء على منزل العائلة بقنابل الصوت والغاز وخاصة الغرفة الخاصة بعهد التي يؤكد والدها أن كل ذلك لن يكسر إرادته وصمدهم عهد اعتقلت بسبب وجود الاحتلال هذا الأساس وبسبب استهدافية الفلسطيني في وجوده على هذا الأرض هذا المشروع الصهيوني الذي بدأ بالتطهير العرقي منذ فجر ميلاده الاستعمار على أرضنا وبالتالي عهد يعني هي مستهدفة كالكل الفلسطيني تم اعتقالها بعد يعني ما وقفت أمام جنود هذا الاحتلال وباب يعني ترافض وجودهم على أرضها وفي محاولة للدفاع عن أهل بلدها وأسرتها وابناء شعبها الطفلة عهد التي عايشت منذ نعومة أظفارها لحظات الاعتقال المتكرر لولديها وهي لم تتجاوز الثلاثة أعوام واستشهاد خالها كان كل ذلك حافزا لها لخوض المواجهات السلمية لهذا الاحتلال والذي يحاول أن يثار منها بشتى الوسائل وكيل التهم بأشكال مختلفة تم تضخيم التهم لتضخيم العقاب أو لإرضاء هذا المجتمع الفاشي وهي خمسينة اتنعشر تهمة يمكن تلخيصها في حجران وبسقتان وصفعة بهذا الملخص يمكن هذا تدور كل دائرة الاتهامات بهذا الاتجاه عهد التي تعرضت لتحقيق قاس في أول أيام اعتقالها استطاعت كما تؤكد العائلة أن تكسر عن جهية الاحتلال بصمتها وصمدها لكنها أعطت مزيد من القوة لكل أبناء بلدتها وأصدقائها وصديقاتها وأقربائها الذين يستذكرون تلك الفتاة صاحبة القوة والإرادة في مواجهة وتحدي من يحاول كسر عزيمتها هو الاحتلال بفكر أنه لما يخذوا عهد أو غيرها أو لما يضعفوا الفلسطين بشكل عام هم بفكروا أنه هذا الأشيء رح يضعفنا لا بالعكس لما تطلع عهد رح نرجع أكوى من كبل ورح نتحداهم أكثر من كبل لأنهم زرعوا فينا حقد جواتهم هم من زمان مزروع بس كل ما يعملوا هذا الأشيء بزيد إحنا من كل شيء من جهادنا ولا من مسارتنا ولا من مقاومتنا هو بالعكس بزيد وخلينا نصدى لهم أكوى وأكوى ويشارن جلسة محاكمة عهد ستكون في الحادي والعشرين من الشهر الجاري بعد عدة جلسات فشل الاحتلال في تثبيت تهمه بحقها هذا هو المنزل الذي نشأت وترعرعت فيه عهد التميمي التي تعتبر أسطورة فلسطينية في مواجهة تحديات الاحتلال هذا الاحتلال ورغم وضع عهد خلف قطبانه إلا أنه يحاول دائما أن ينغص على عائلتها في محاولة لكسر عزيمة الصلبة التي تتمتع بها هذه العائلة وحتى عهد وهي خلف القطبان لكن لسان الحال يؤكد بأن هذه العائلة ستكسر إرادة الاحتلال ولن نستطيع النيل منها محمد الصانوري قناة بلاد الفضائية من منزل عهد التميمي في بلدة النبي صالح